اشتركوا في القناة نقدم لكم درسا جديدا بعنوان استعمال النماذج لضرب عدد كلي في كسر اعتيادي اهداف درسنا لهذا اليوم ان يضرب الطالب عدد كلي في كسر اعتيادي باستعمال النماذج بصورة صحيحة ثانيا ان يحل مسائل حياتية على ضرب عدد كلي في كسر اعتيادي بصورة صحيحة فبسم الله نبدأ بداية نحبة الطلاب اوجد ناتج العمليات الحسابية التالية الان مئتان وثلاثة واربعون ضرب عشرون يساوي لاحظ عند الضرب في عدد يحتوي على الاصفار نقوم بسحب الاصفار وعضوها في البداية اذا هنا صفر واحد نضعه في البداية ثم نقوم بضرب الاثنان لوحده في كل من الثلاثة والاربعة والاثنان كل على حسب الترتيب اذا اثنان ضرب ثلاثة يعطي الناتج ستة واثنان ضرب اربعة يعطي الناتج تمانية واثنان ضرب اثنان يعطي اربعة اذا الناتج النهاي 4860 اما بالنسبة الى القسمة مئتان وسبعون تقسيم ثلاثون ايضا هنا الاصفار نقوم بحثفها مع بعضها البعض فيبقى لدينا 27 تقسيم ثلاثة الناتج ساوي تسعة ننتقل الان الى سؤال حلو شارك صفحة 91 مشت سارة مسافة نصف كيلو متر كل يوم لو مدت خمسة ايام السؤال ما المسافة الاجمالية التي مشتها سارة هنا استعمل خط الاعداد لمساعدك على الحل لحظة احبة الطلاب هذا هو خط الاعداد خط الاعداد يبدأ الترقيم فيه من الصفر وليس من الواحد نبدأ من الصفر الان في كل يوم كم تمشي سارة تمشي نصف كيلو متر كم عدل ايام عدل ايام خمسة ايام اذا سوف نقوم بداية من عند الصفر ننتقل نتحرك اذا يجب البدء من الصفر نتحرك نصف كيلو متر اذا هذا ما يمثله المشي لمدة يوم واحد الان لمدة يومان نقفز مرة اخرى نصف كيلو اخر اذا هذا اليوم الثاني لا ننظر احبة الطلاب الى هذه الاعداد ننتقل واحد اثنان ثلاثة اليوم الاول الثاني ليس لا كل القفز تمثل يوم واحد واليوم الواحد نصف كيلو متر اذا يوم يومان اذا في كل يوم نصف كيلو متر الان ثلاثة اربعة خمسة الان اين وصلنا هنا وصلنا الى اثنان ونصف اذا مشت سارة اثنان ونصف كيلو متر السؤال الاساسي في هذا الدرس ما هي بعض طرائق ضرب عدد كله في كسر اعتياده مثال ارادت جواهر اعداد ستة اوعية من عصير الفاكهة لاحظوا احبة الطلاب هذا هو عصير الفاكهة السؤال ما عديد اكواب عصير البرتقال التي احتاجتها لاحظوا ان في كل وعاء من عصير الفاكهة تحتاج الى اثنان على ثلاثة كوب من عصير البرتقال اذا لاحظوا احبة الطلاب ان احد طرائق تمثيل الحلوة هو نضرب ستة اوعية في الكمية لكل وعاء وهو اثنان على ثلاثة سوف نقوم باستعمال الجمع المتكرر في هذا السؤال لاحظوا احبة الطلاب النماذج هو رسمها من خلال رسم ستة نماذج كل نماذج يحتوي على اثنان على ثلاثة من الكمية وبالنسبة الى الجمع المتكرر سوف نقوم بجمع اثنان على ثلاثة نكررها ست مرات حسب العدد الصحيح الموجود امامنا اذا اثنان على ثلاثة زائد اثنان على ثلاثة نكررها ست مرات الان احبة الطلاب سوف نقوم بجمع البسط اثنان زائد اثنان زائد اثنان ست مرات او نضرب اثنان لضرب ستة يعطي الناتج كم يعطي اثنى عشر والمقام تابت لا نجمعه ولكنه متوحد الان اثنى عشر تقسيم ثلاثة يعطي الناتج اربع اذا احبة الطلاب احتاج الجواهر الى اربع اكواب من عصير البرتقال اقنعني صفحة اثنان وتسعون اوجد ناتج عشر ضرب ثلاثة على خمسة واستعمل الجمع المتكرر وذلك للتحقق من صحة اجابتك احبة الطلاب الحل بكل بساطة نقوم بضرب العدد الصحيح في البسط مباشرة اي عشرة ضرب ثلاثة يعطي الناتج كم احبة الطلاب يعطي احسنتم ثلاثون والمقام خمسة الان ثلاثون تقسيم خمسة الناتج هو ستة سوف نقوم باستعمال الجمع المتكرر الان وذلك للتحقق من الحل لاحظوا ان العشرة ضرب ثلاثة على خمسة اي اننا سوف نقوم بجمع ثلاثة على خمسة ونكررها كم مرة عشر مرات بهذه الطريقة الان عدها واحد اثنان ثلاثة اربع خمسة الى العشرة اذا ثلاثة على خمسة مكررة عشر مرات حتى نبسطها نقوم بضرب عشرة ضرب ثلاثة يعطي ثلاثون والمقام خمسة والناتج سوف يصبح ستة اذا حلنا صحيح الان ما فكرة الجمع المتكرر ان هنا حسب ما يطلب مننا في السؤال يطلب من الحل المباشر تقوم مباشرة بحلها نضرب العدد في البسط ثم نختصر او نبسط الناتج اذا طلب مننا الجمع المتكرر نقوم بجمع الكسور الجزئية نقوم بجمعها حسب العدد الصحيح وهنا عشر مرات تدرب موجه عبر عن فهمك استعملت حنان وصف الجواهر لصنع تسعة اوعية من عصير الفاكهة ما عدد اكواب عصير البرتقال التي احتاجتها حنى لاحظوا ان هذا الرسم يوضح ان لكل وعاء نحتاج الى اثنان على ثلاثة من كوب عصير البرتقال الان سوف تقوم بتجهيز تسعة اوعية اذا بكل بساطة سوف نقوم بضرب تسعة ضرب اثنان على ثلاثة هنا الحل سوف يكون مباشرة بدون جمع بدون نماذج لانه لم يطلب منا في هذا السؤال لذلك نضرب تسعة ضرب اثنان سوف يكون الحل مباشرة ثمانية عشر على ثلاثة والناتج يعطينا ستة اذا عدد الاكواب يساوي ستة الآن تدر موجه طبق فهمك في تمرينين ثلاثة واربعة اوجد ناتج الضرب ضلل النموذج للمساعدة على الحل مثال رقم ثلاثة ثلاثة ضرب اثنان على ثلاثة كم يعطي الناتج احباء الطلاب في هذا المثال لم يطلب من الجمع المتكرر لذلك نقوم بالحل مباشرة اي نضرب الثلاثة ضرب اثنان يعطي الناتج كم احباء الطلاب يعطي الناتج ستة ستة على ثلاثة والناتج سوف يكون ابارة عن اثنان بالنسبة الى التضليل لاحظة احبتي الطلاب اذا طلب منك الرسم اولا العدد الصحيح ثلاثة اي يدل على ثلاثة نماذج ثلاثة نماذج لاحظة المستقلات الكبيرة هذا واحد نموذج نموذجان وثلاثة نماذج الان لاحظ نضربها في اثنان على ثلاثة الاثنان على ثلاثة المقام يدل على عدد الاجزاء التي سوف نقسم كل نموذج اذا نقسم كل نموذج الى ثلاثة اجزاء ونظلل اثنان منها لاحظة احباء الطلاب اذا ضللنا اثنان من كل ثلاثة والحل السريع بطريقة اخرى يمكن الاختصار هنا الثلاثة نقسمها على ثلاثة يعطي الناتج واحد وفي البسط نقتصر على ثلاثة يعطي واحد واحد ضرب اثنان مباشرة يعطي الناتج اثنان لكن هذه الطريقة المعتمدة في هذا الكتاب الآن مثال رقم اربعة اثنان ضرب ثلاثة على خمسة كم يعطي الناتج يا حباء الطلاب؟ مباشرة نضرب العدد في البسط مباشرة اثنان ضرب ثلاثة يعطي الناتج ستة على خمسة لحظة حباء الطلاب أن الستة لا يمكن أن نقسمها على الخمسة هو يعطي عدد صحيح لذلك نعيد كتابة هذا الكسر فقط لأن البسط هو أكبر من المقام الآن الستة كم خمسة تحتوي أحسنتم على خمسة واحدة والباقي واحد تكتب على هذه الصورة واحد صحيح والباقي واحد على خمسة بالنسبة إلى التجزاء لاحظ أن العدد اثنان صحيح والنموذجان كل نموذج مقسم إلى خمسة حسب المقام لاحظ الآن سوف نضلل ثلاثة من خمسة لكل نموذج بهذه الطريقة تدرب مستقل في التمرين من خمسة إلى سبعة أكمل الجمل العدية لإيجاد ناتج الضرب أحبة الطلاب هيا لنكمل الآن لاحظوا من النموذج هنا يريد الجمع المتكرر الآن ستة ضرب ثلاثة على أربعة أي نريد تكرار الكسر ثلاثة على أربعة كم مرة أحبة طلاب ست مرات إذن نقوم بكتابتها ثلاثة على أربعة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ست مرات الآن الخطوة التالية يريد حاصل ضرب عددان ما هم العددان؟ العدد الصحيح ضرب البسط كما تعلمتم قبل قليل إذن ستة ضرب ثلاثة والمقام كما هو أربعة يعطي الناتج ثلاثة ضرب ستة ثمانية عشر والمقام أربعة الآن سوف نقوم بإعادة كتابة هذا الكسر على النحو التالي ثمانية عشر كم أربعة تحتوي؟ لابد أنك تحفظ جداول الضرب لاحظ أن الأربعة ضرب أربعة يعطي ستة عشر إذن الثمانية عشر تحتوي على أربعة أربعات والباقي اثنان على أربعة والباقي اثنان على أربعة لاحظ في المثال رقم ستة ستة عشر ضرب ثلاثة على ثمانية الآن عندما يكون التكرار كبير هنا نريد أن نكرر ستة عشر مرة وفي المثال رقم سبعة نريد التكرار خمسمائة مرة لا هنا لابد من إجراء عملية الضرب المباشر أسهل أسهل الآن لحظة أحباء الطلاب هنا ستة عشر ضرب لحظة هنا الخطوة ما هي الثلاثة على ثمانية فصلنا الثلاثة هي بار عن ثلاثة ضرب واحد على ثمانية الثلاثة ضرب واحد على ثمانية الخطوة التالية هذا الواحد موجود الآن سوف نقوم بضرب ستة عشر ضرب ثلاثة ليعطي الناتج ثمانية وأربعون الآن نضرب البسط وهو ثمانية وأربعون ضرب واحد ليعطي الناتج ثمانية وأربعون والمقام يساوي ثمانية وعند القسمة أيضا من جداول الضرب ثمانية وأربعون تقسيم ثمانية الناتج هو ستة أحباء الطلاب هذه الطريقة يوجد طريقة مختصرة لا يوجد لفصلة ثلاثة إلى آخره مباشر نضرب هذا درب 16 ضرب ثلاثة مباشرة ونقسم على ثمانية يعطي الناتج ثلاثة مباشرة ولكن إذا جاء سؤال يوجد فيه مربعات يجب الالتزام بهذه الطريقة مثال لتوضيح آخر خمسمائة ضرب اثنان على خمسة لاحظة أحباء الطلاب هنا العدد هو خمسمائة طبعا ضرب هنا قبنا بفصل الاثنان فصلناها عن عن الكسر سير اثنان ضرب واحد على خمسة هذا الفصل ثم نقوم بضرب الخمسة مئة ضرب اثنان هنا ليتعطي ألف ألف ضرب واحد يعطي ألف على المقام هو خمسة حسنتم الآن عند التقسيم ألف تقسيم خمسة يعطي الناتج كم أحباء طلاب مئتان يمكن طلاب ما بيعرفوا كيف نطلحها مباشرة أحباء طلاب اقسم واحد تقسيم خمسة لا يجوز ناخذ عددان الواحد مع الصفر تصبح عشرة عشرة تقسيم خمسة اثنان وكم صفر لم نستعملوا اثنان نضيفهما إذن الجواب هو مئتان هيك بنكون وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم أحباء طلاب أعليكم حل تدريبات اثنان ثلاثة أربع من الكتاب صفحة خمسة وتسعون بالإضافة إلى حال الواجب الإلكتروني نهاية حصنا لهذا اليوم دمتم في حظ الله ورأيته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر